دعي السكر قبل البن وحلي أكبر مشكلة ممكن تقابلك قبل رمضان الفيديو النهاردة تدابير منزلية وحيل وأفكار براء السندوق سر لن تتوقعي حرفيا مليان تدابير هتوفر وقتك ومجهودك في التنظيف وكمان فلوسك قبل رمضان ونخلص كل التنظيفات والترتيبات في وقت قصير جدا كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يلا نبدأ الفيديو بالصلاة على النبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هتجيب الكتش بتاعك أو بتاع بنتك أو معموما أي كتش في البيت وهقول لك فكرة حلوة جدا جدا وهتفرق معاك كتير أول حاجة بنجيب كتعة من القطن وهنجيب المسك يستحسن هنا المسك الخامل الأحمر وهنبدأ إن احنا نوزعه على القطن بالطريقة دي القطن يا جماعة بيحتفظ بالبرفيم والريحة للفترة طويلة جدا هتحطيه جوة الكتش كتعة القطن اللي هي بالمسك دي وهب بيتيها ليلة كاملة هتخلي ريحة الكتش سبتة وراهيبة فيها ريحة غير طبيعية لمدة أسبوع كامل اعتمديها هنجيب الوايبس وهقول لكم ليه شوية استخدامات دلوقتي تحفى جدا 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 طبعا أنا قلت لكم قبل كده إن الوايبس ليه استخدامات كتير زي مثلا لو لمعنا به الستيكر بتاع الرخام هيلمع جدا جدا ومش هياخد وقت خالص في التنظيف كمان قلت لكم قبل كده العلب بتاعة التخزين اللي بنحط فيها المقارونة والسكر أو المقارونة والرز اللي هي زي منظم برضو الوايبس بيه لمحة أحلى من مسكوء الموعين وأحلى كمان من السلك وكمان ما بيجرح هاش أما بقى الاستخدام الجديد اللي أنا هقول لكم عليه هنجيب وايبس وهنجيب كانكة وهنبدأ إن إحنا نحط الوايبس على الكنكة ونحط عليه التوكة بالطريقة دي هناخد الكنكة وهنروح عند السراميك بتاع المطبخ وهنبدأ ندعك وإنتوا مع نفسكم دلوقتي هتشوفوا الفرق قبله وبعد طبعا الموضوع ده هينفع جدا جدا قبل رمضان بالأخص للرخامة أو للسراميك اللي وراء الرخامة اللي وراء الحرفية بتاعة المطبخ فالموضوع ده هيخليك يتنظف السراميك في وقت قصير جدا وهيديله لمعة كده رهيبة يعني لو خدت بالك قبل وبعد الفرق يعني شاسع بالكنكة والوايبس هتلاح منع السراميك دي كلها يلا بينا نشوف التدبير دي طبعا زي ما احنا عارفين المجات لونها بيسود بسرعة هتحطي معلقة من الكربوناتو وهتجيب قطعة من القطن وهتبدأ ان انت بالقطن زي مثلا تخسيلي على الناشف بالكربوناتو والقطنه بس الكربوناتو مع القطن هيسحاب كل السواد وكل الاسمرار الموجودة داخل المج كده انت تقريبا كده ننظفتي من غير اي مجهود ومن غير اي مساحي واسعار كتير دلوقتي غلت للمساحي فانت هتوفري المساحي الغالية بحيطة من القطن وربع معلقة من الكربوناتو هاتي ماشبك دبوس غسيل وهاتي كمان شامعه هقولك على فكرة حلوة اول حاجة هنجيب الدبوس وهنبدأ ان احنا نجيب المسك الخام الأحمر وهنبدأ ان احنا نغلفه كواس بالمسك ونبدأ ان احنا نوزع المسك على الدبوس بالطريقة دي هنجيب الرشاقة وهنبدأ ان احنا نثبت عليها الدبوس وبكده انت هتحطي الرشاقة جوة الدولاب وهتخلي ريحة الدولاب كأن انت حطها جوافة واحة رهيب لو عارفين الجريكن بتاعة المسحوق بتاعة الغسيل اللي هو الجل لها استخدمات كتير اول حاجة الغطاء تقدر تشليه وتستخدميه ككوباة مهارية للمسحي هنسخن السكينة وهنجي عند الجزء اللي تحت ونبدأ ان احنا نقطعه بالطريقة دي او نقصه يعني هنعمل بيه فكرة عبقرية بجد فكرة حلوة جدا 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 لو وصلت لحد هنا واول مرة تشوفوني انا اسمي اسراء فتحي اوعي تنسوا تصالوا على النبي وتدعموني بالاشتراك بقناتي هبدأ بقى ان انا حط الميا بالطريقة دي هنعمل ايها اسراء ليه استخدمات كتير قوي هقولكو عليها دلوقت هنجيب بقى الطاصة وهسبت اي شجرة عندي في المطق ونفرد مثلا ان دي شجرة حقيقية عندك في البلكونة وانت عايزة تسقيها فانت كده عملتي برات تسقي بيه بكل سهولة من غير اي مجهود كمان كشكل جمالي هو هيبقى شكله احلى بكتير من انت تسقي بازازة او ببرطمان الفكرة دي حلوة اوجه ربيعة تقدري كمان لما النور يروح وحد يحب يغسل ايده او يتوضع تقدر ان انت تسبي عليه بكل سهولة وكأنها حنفية اصلا اعتمدية علشان بجد هتفرق جدا معك هاتي الشرشوبة وقولي وداعا لتنظيفات رمضان اللي بنعد ننظف قبل رمضان باسبوع وبياخد وقت طويل جدا هاتي قطعة من القماش وسبتيها على الشرشوبة بالطريقة دي هاتي توكا وبدأ ان انت تلبسيها للشرشوبة والقماشة علشان نقفلها كويس هقولك بقى فكرة حلوة قوي خلاص احنا غسلنا السراميك زي ما كنت ايلالكو ثبتوا السلك في المقاشة وغسلوا بالسراميك احنا بقى نحط القماشة في الشرشوبة ونبدأ ان احنا نحط عليها ملمع ازاز وهنيجي بقى عند المطبق بتاعنا خلاص احنا بقى غسلناه بقى بقى مكان الغسيل بتبقى زي بقع صغيرة وكذا مكان السفينجة بتاعة الغسيل هتجيبي بقى الفكرة ديت وهتبدأ ان انت تلمعي بالطريقة دي مش هتلاقي اي بصمات ولا اي حاجة خالص هيلمعلك ويشلك كمان اي شوائب موجودة في المطبق انا عايز اقولك ان الفكرة دي هتنجز معاك جدا جدا وهتلاقي نفسك ان انت روأتي المطبق في وقت قصير جدا قبل رمضان طبعا انا بس بوريكم الفكرة ولكن اكيد بعد الفيديو انا هشتغل بتأني كده هياخد مني بالزبط عشر دقيقة ولكن بصي انت هتلاقي نفسك بالطول المطبخ كله من غير اي مجهود خالص يعني مش هتلاقي نفسك عمالك جيبي في كراسي وتوقف عليها لقدر الله وتوقعي ومش مسكة بقى ومشى بايديك وايديك توجعك كفل ايده عموما يا جماعة بالاخص في الشتاء بيوجعنا من اقل حاجة فهوفري على نفسك قبل رمضان بالفكرة دي هتلاقي انت كمان ممكن تمسح بها السراميك ممكن تمسح بها الارضية هتلاقي نفسك ايه ممكن تعملها زي زعفة وتنظفي بها السقف كده من فوق وممكن تنظفي بها فوق المطبخ نفسه فهتلاقي نفسك رواتي في وقت قصير جدا نيجي بقى لفكرة الفيديو الاساسية اللي حرفيا هتفرق معنا جدا جدا اللي هي ضعي السكر قبل القهوة وتخلصي من اكبر مشكلة بتقبلك قبل رمضان هو مش بس حقيقة في رمضان هي في كل وقت تقريبا فالموضوع ده فيه ستات كتير او ما تعرفوش ما بتاخدش بالها لكن فيه ستات تاخد بالها كويس وعارفة الموضوع ده لكن من نسبة للستات اللي ما يعرفوش الموضوع ده ففيه كرسة فيه ستات بتحط القهوة بالمعلقة قبل السكر لما بتيجي تعمل قهوة سوري بتحط البن قبل السكر دي كرسة ليه لان انت كده لما بتيجي تحط المعلقة تاني في السكر بتخلي السكر ريول قطمير ريحة البن تيجي تعملي شاي تلاقيه طعم البن فالصح ان احنا نحط السكر الاول وبعد كده نعم حط القهوة فيه ستات كتير قوي تيجي مسلا تعمل شاي تقولي الشاي ده لقت حاجة جزد كيش روي شاي قولي الشاي ده طعمه مش مزبوط في حاجة غلط فعلى قد ما الفكرة بسيطة وعلى قد ما انا حستها يعني ان هي بسيطة ولكن حسيت ان هي فكرة مهمة جدا ولازم نتكلم عنها ما ينفعش خالص ان احنا ما نتكلمش عنها فلازم منيجي نعمل قهوة نحط السكر قبل البن علشان السكر ريحته ما تلقطش من البن لان احنا طبعا بننبع حطينا المعلقة في البن لو حسى ان التدبير عجبتك النهاردة يريد تدعميني بالاشتراك في قناتي علشان قناتي تجبر بيكم وما تنسوش كمان تضغطوا لايك وشير واشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم كمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد وكل سنة وانتم طيبين رمضان كريم علينا جميعا يا رب العالمين اشوفكم على خير باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته